ده كمان بياخدنا لي يعني زي ما اقول الحقيقة عجبني جدا في مؤتمر صحفي بعد المباريات اللي بتكلم فيها مرسل على الجزئية اللي كانت مهمة جدا ان اللعيب المصري يوصل له هذه الثقافة وبتكلم على ثقافة المفروض انها تكون موجودة حتى في الناشئين وولادنا الصغيرين ايه هي الثقافة داية اللي موجودة في اوروبا يعني بتكلم عليها من سنين طويلة جدا والناس بتشتغل بدون اي مشاكل هي عملية انا اساسي ولا احتياطي انا بديل ولا مش بديل حقيقة لما تسأل كلار في احدى المؤتمرات الصحفية قالولو على النقطة دي قال انا بالنسبة للحضاشر اللي بلعبوا المباراة هم دول اللعيبة الاساسية لكن ما عنديش لعيب اساسي ولعيب احتياطي كل يوم بشتغل مع اللعيبة والاسكواد بتاعي بشتغل مع 25 بشتغل مع 30 هو دوت الاسكواد بتاع النادي الاهلي ما عنديش حد لعيب اساسي ولعيب احتياطي وده ظهر الحقيقة في الروتيشن اللي عمله بشكل اكتر من رائع يعني ما تقدرش تقول يعني عندنا لعيب اساسي اه فيه قوام اساسي للفرقة ما فيه شكل لكن ما تلاقيش مثلا اللعيب بيقولك لا انا ما بلعبش بقالي 7-8 ماتشاط لا بيشارك بشكل عدد دقائق معينة في اوقات معينة بنشوف قبل كده محمد طهر محمد طهر وبعدين شوفنا حسين وبعدين بيرسيتا وبعدين كهرباء وبعدين شريف وبعدين بيلاه قليد يانجا قاعد شوية وبيلعب عمر السلية عمر السلية عنده اصابة بنشوف فخري عبد المنعم اساسي وبعدين بيطلع وبيخش ياسر ابراهيم عندنا علي معلول موجود بشكل طبعا اساسي ولكن في بعض البدايل شوفنا خالد عبد الفتاح مكان محمد هاني شوفنا الحقيقة الروتيشن اكتر من رائع يعني بيقدموا كولر وبيوصل زي ما بقول حضراتكم المهمة في النقطة دي ان لازم يخش جوه دماغ اللعيب ان انا جزء من الفريق ان انا مش منفصل ان انا مليش دور كل واحد موجود في فريق النادي الاهلي عارف ومتأكد ان هو حيكون لي دور الدور ده حيجي امتى دي مهمة كولر وده دور كولر وانا مليش دعوة انا بقدي تدريباتي بشكل جدي جدا بالتعليمات يعني لغاية ما ييجي وقت وهخش اقدي بشكل كويس وده اللي كمان ادى الحقيقة بالشكل الرائع لمستوى النادي الاهلي خلال الموسم الكامل الحقيقة يعني 99 او نقدر نقول 95% من الموسم الاهلي كان بيقدم بشكل اكتر من رائع رغم التغيير والروتيشن اللي عمله كولر وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم بدأت او خلاص ثقافة لعيبة النادي الاهلي دلوقتي ان احنا سكواد كامل وان احنا لنا ادوار معينة في الموسم وهذه الادوار بتوزع عن طريق المدير الفني